نكابل أخبارنا ونروح لنادي الزمالك ومحمد أشرف روأة بيرفض الرحيل عن نادي الزمالك اللاعب جاله أكتر من عرض من أندية في الدوري المصري لكنه رفض بعد أن جدد عقده بداية من الموسم الحالي ويشارك بشكل أساسي ويحظى بالثقة من البرتغالي جسفالدو فريرة خد بالك أنه روأة من اللاعبة اللي الناس كانوا شايفينها أوفر ريتت جدا ومش بتقدم مستويات كبيرة مع نادي الزمالك ووجوده في نادي الزمالك بلا معنى ولكن هي الحكاية حكاية مدرب مدرب قدر يوظفه صح قدر يطلع منه كل حاجة فعشان كده روأة بقاله فترة ماشي بشكل جيد مع نادي الزمالك في وجود شوزالدو فريرة الموديل الفني للفريب من ناحية تانية هنا روأة رافض الرحيل من ناحية تانية يوسف أوباما بيدرس عدة عروض في الفترة الحالية هو عايز يمشي من نادي الزمالك حتى لو على سبيل الأعارة في زل عدم مشاركته في التشكيلة الأسية أو حتى في التشكيلة الاحتياطية خلال الفترة الماضية وخارج حسابات البرتغالي جوزالدو فريرة تماما تماما أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك عمل لفت نظر لإمام عشور بعد وقعت مباراة الأبس بسبب غضبه بسبب عدم تزديد ركلة الجزاء في مباراة حرس الحدود وجوزالدو فريرة رفض توقيع أي أقوبة على إمام عشور واكتفى بالتحذير اللي وجهه أمير مرتضى منصور لإمام عشور وخلى الموضوع يبرد عند هذا الحد هو حتى فريرة مباراة تفاهم وقال أننا لما نبقى كسبيني 3-0 بتبقى كل اللاعبين عايزين يشوتوا ضربات الجزاء وأنا متفاهم ده والأمور خلصت عند هذا الحد وأنا شايف أنه زي ما تركه مباراة الموضوع مش مستحمل يكبر شعور إنساني في الملعب مش صحيح بالمناسبة مش صحيح خلاص فيه واحد هو ترتيبه رقم واحد يبقى هو اللي هيشوت في كل حوالي كسبان 3-4-10 رقم واحد هو اللي هيشوت بس في حاجات لازم نتفهمها يا جماعة يعني تعدي أدام ما عملش قزمة ما عملش مشكلة ما عملش خناقة ما رقش خطف الكورة ما تدايش على لعب هو اتقامس زي ما قلت يا مبارح اللفظ المناسب اتقامس شوية وقف على جنبي كده وزعلان تعدي تعدي